طيب يا جماعة انا محتاج فعلا اوليكم الموضوع ده انا كمستخدم لل S23 Ultra لمدة سنة تقريبا اول لما مسكت S24 Ultra حسيت بفرقات كتيرة ولكن علشان اغلب المراجعين كلنا صراحا انبهرنا من الذكاء الاصطناعي فاعدنا نتكلم عليه كتير قوي وناس كتيرة افتقرت انهارك كل فرقات ان ما فيش جديد في الموبايل هو بس حاجات الذكاء الاصطناعي وبما ان كده كده هتوصل لل S23 Ultra يبال S24 Ultra ما عملش حاجة وعلى قد ما هي فعلا مميزات جمدة جدا ولكن دي تلت مميزات انا حسيت بيهم في الاستخدام العملي في S24 Ultra مش موجودين في S23 Ultra وهقولك على حاجات حقيقية بجد تقدر تحس بيها مش هقولك اصله اصرع شوية صغيرين اصل البطارية احسن في مش عارف ايه حاجات فرقت فعلا في استعمالي ميزة رقم واحد بالنسبالي هي الشاشة المميزة بتاعت S24 Ultra سامسونج طول عمرها بتعمل احسن شاشات في العالم دوت معروفة عنها في احنا بنستنى من موبايل للتاني علشان نشوف تطوره ايه في الشاشات في S24 Ultra هم رفعوا الاضاءة من 1750 نتس 2600 نتس وبعيدة عن الارقام انا حاسس فعلا تحت الشمس المباشرة بالفرق جدا ما بين الموبايلين دول في الاضاءة بس 2600 نتس هي مش احلى حاجة في الشاشة السنة ديت احلى حاجة في رأيي هي طبقة الحماية الجديدة Corning Gorilla Glass Armor بعيدة عن ان هي بقاوم الخدوش ابتر ولكن المميز فيها انها منع للانعكسات بشكل كبير قوي دوت بيخلي لون اللي سود بتاع الشاشات الاموليد قادر تستمتع به سواء في النهار او في الليل يعني لو الدنيا ضلمة حواليك كده كده مش هتحس الفرق ما بين S23 Ultra وال S24 Ultra في حتة الانعكسات ديت انما بقا لو الدنيا نور وحطت الاثنين على فكرة على نفس مستوى الاضاءة هي الانعكسات نفسها فرق اجامل على S24 Ultra بقارنها بقا كمان بالايفون 15 برو ماكس فرق السماء من ارض لدرجة ان الايفون رغم ان شاشته على فكرة برضو ممتازة جدا انا مبزمش فيها سامسونج برضو كده كده هي اللي عملاها اصلا لكن الانعكسات الكتيرها عليها ديت بيحسسني كأنها IPS مش اموليد اللون اللي سود فعلا يا جماعة فارق جدا في ال S24 Ultra علشان الشاشة نفسها اموليد والانعكسات قليلة قوي فانت مستمتع بيها جامد جدا بجد بحتاج تشوف الموضوع بعينيك علشان تحس بيه مهما اتكلمت عليه مش هقدر ان الهالك زي ما تمسكها في ايدك وبالحديث عن المسكة في الايد الشاشة الثنة ديت اخيرا مسطحة ما فيهاش اي اج خالص ولا بسيط زي الثنة اللي فاتت ولا كبير زي مشاريكات تانية بتعمل الشاشة بالكامل فيها بصراحة على قد ما انا كنت بحب وما زلت بحب جدا ان الشاشات اللي فيها ايدش دوت القرض البسيط بتاعها انا بستمتع بشكله ولكن عيوبها كثيرة اولا في الكتابة بالقلم كان بيديني جدا وثانيا في السكرين بروتكتور انا بغير لل S23 Ultra سكرينة كل شهرين ثلاثة مثلا بسبب الموضوع دوت ال S24 Ultra مش هتواجه المشكلات معي اصلا فالحاجات اللي انا قلتها دي كلها تخلي الشاشة بتاعت ال S24 Ultra فعلا مميزة جدا حاجة انت هتحس بيها على عكس الموضوع ال 120 هيرتز اللي فيه ناس بتحس بيه ناس ما بتحسش بيه قوي الشاشة في ال S24 Ultra كل الناس هتحس بالتحسن بتاعها خصوصا موضوع الانعقاسات دوت تاني ميزة بالنسبالي هي الكاميرات ايوه الكاميرا اللي ناس كتيرة اصلا بتشتههم بايلات غالية بسببها لانها بتبقى مميزة جدا في الموبايلات الفلاكشيب حصل فيها تحسن في ال S24 Ultra اول تحسن ان هما شالوا الكاميرا المخصصة لل 10 اكس زوم وكانت 10 ميجابيكسل حطوا كاميرا تانية 5 اكس زوم 50 ميجابيكسل طيب يا احمد ده معناها اكيد ان العشرة اكس في ال S23 Ultra بتاع السنة اللي فاتت احسن اصلا من ال S24 Ultra بتاع السنة دي الاجابة ان في الحقيقة لا انت بقيت تاخد صور احسن بكتير على الخامسة اكس زوم في ال S24 Ultra والعشرة اكس زوم بقت نفس مستوى برضو S23 Ultra ما قلتش عنه ده اذا ما كانتش تحسنت اصلا بسبب طريق معالجة الصورة والشكل المميز بتاع الخامسة اكس زوم ده بيخليك تلقى صور فعلا شكلها حلو جدا بعزل طبيعي قوي للخلفية والكاميرا الاساسية على فكرة ال 200 ميجا بيجسل لناس كتيرة فاكرة ان هي نفس الكاميرا بتاع السنة اللي فاتت ولكن هي جاية بسنسور مختلف وشكل معالجة للصورة مختلف شوية الالوان بتاع البشرة احسن على ال S24 Ultra والتجربة بتاع الكاميرا عموما حصل فيها تحسن ملحوظ بالنسبالي على الاقل ما بين الموبايلين طبعا لو انت كمان حد بيحب تصوير الفيديوهات فانت بقى عندك السنة دي 4K 120 فريم انما السنة اللي فاتت كان اخره 60 فريم فدي برضو حاجة تحطها في الحسبان جدا ال S24 Ultra هو واحد من احسن الكاميرات اللي انا اجربتها في حياتي لحد النهاردة فانعايزك تستنى مني المراجعة الكاملة بتاعته قريب جدا عشان هفغ اكبر حاجات كتيرة في الكاميرا طيب تالت حاجة انت هتحس بيها ما بين الموبايلين دول اول لما تشتري ال S24 Ultra هي التصميم الشعور بتاع التايتينيوم والمعدن اللي في ايدك اللي موجود في ال S24 Ultra اشيك بالنسبالي من الالومنيوم اللي كان موجود في ال S23 Ultra سنة اللي فاتت ومش بالنسبالي بس عموما هو على فكرة موضوعيا التايتينيوم هنا احسن الفكرة بقى بالنسبالي ان هو مش بيبصم زي اللي كان موجود في الايفون 15 برو ماكس اللون بتاعه كمان راقي ان هو احسن شوية من بتاع الايفون متشبع اكتر شوية كده والشكل نفسه بقى فيه حاجة مختلفة محسسان ان هو اشيك مش قادر اوصلها لك ازاي بس تحسه جامد كده بقى بتاع بيزنس اكتر الحواف المسطحة بتاعته والجوانب على فكرة الناس كتيرة قد خايفة ان هي تبقى مسطحة تماما فتدايق في المسكة في الايد ولكن احب اقولك ان هي فيها تدويرة صغيرة وبسيطة قوي في الجوانب نفسها مش في الشاشة بتسهل مسكة الموبايل السماعات اللي تحت ديت شكلها اختلف شوية بقت خط واحد كده بقى شكله الازل حقيقة من قبل كده وبصراحة عموما رغم ان التصميم ما تغيرش كتير يعني بقى لهم هو ديت تالت سنة يقرروا تقريبا نفس التصميم بس افتس نوت بروك دونت فكس ديت شوية تحسينات بسيطة انا احسيت بيها اول لما مسيخت الموبايل خصوصا الخامة بتاعته ومسكته في الايد على فكرة هو وزنه اخفي كمان فداية من المميزات اللي هتاخدها لو اشتريت ال S24 Ultra وهتحس بيها مرة تانية كمان فيه حاجات كتيرة جدا في ال S24 Ultra تاني زي موضوع الاي اي دوت بس انا ازاي ما قلتلك انا بحاول اجيب لك المميزات الجديدة اللي موجودة فيه ومش هتوصل للاجيال القديمة الموبايل دوت رغم ان هو نزل في اول سنة يناير الفين اربعة وعشرين ولكن وارد جدا يبقى دوت احسن موبايل ينزل لنا خلال السنة كلها هو فعلا نقلة محسوسة بالنسبة لي بس كده لو عايبك الفيديو دوت منتبسك تعمل لايك تعمل سبس تقريب القناة عشان تتفرج على الفيديوهات اللي جاية اول لما تنزل وتتفرج على المقارنة الكاملة اللي انا هعملها ما بين الاس 24 الترا والايفون 15 برو ماكس طبعا المراجعة الكاملة برضو هتنزل قريب ولكن انا حابب ان انا اخرها شوية عشان اعمل لك مراجعة بعد استعمال لفترة طويلة المراجعات داتها اللي بتبين فعليا تجربة الموبايل عاملة ازاي بعد الاستخدام اليوم وكان معتاد كان معاكم احمد كمال استنين في فيديو جايد